ستة أيام دامية من الحراك الشعبي العراقي تخطط حصلتها المائة قتيل وألاف الشرحة ترتفع أعدادهم بوتيرة مخيفة وترتفع معها حالة الصخط والغضب لتعبر عن توجهات مدنية جدية لا رجوع عنها وهي انتفاضة على النظام برمته ووسط ما يدور من قبدة حديدية وعنيفة تتعامل مع الشارع ومن خرج فيه تشير أصابع اتهام وجهها ناشطون لميليشيات الحجد الشعبي بقمع الانتفاضة الحالية وإطلاق الرصاص بشكل مباشر على متظاهرين عزل إن كان ذلك في مواجهات مباشرة أو من وراء شوارع مغطاة بسحب دخان لعدم كشف هويتهم وفيما يبدو فإن الاتهامات تشير أيضا إلى شن الميليشيات مداهمات أمنية لاعتقال الناشطين وتخريب مقر تلفزيونية وشركات إعلامية في العاصمة بغداد في مسعى للتعتيم الإعلامي وقد يشير الدور الذي تقوم به ميليشياء الخرساني أحد أذرع الحجد الشعبي في عملية قمع الاحتجاجات إلى دور يعيد إلى الأذهان ما قام به الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج في قمع الانتفاضة الشعبية الأخيرة في إيران ضد النظام الحاكم حيث بات الحجد شبيها بالحرس الثوري الإيراني ومهمته حماية نفوذ طهران في هذا البلد ولا يبدو بأن حالة العنف الأخيرة التي تتعرض لها تحركات المتظاهرين قد تثني أي عزيمة فيما اختاره من الخروج إذ تشير الاحتجاجات وتطوراتها إلى تحولات كبيرة في مزاج الشارع الشعي وقد بتواضحا من خلال ما ميزته به المظاهرات الحالية إذ تبدو مختلفة على صعود متعددة سواء من ناحية حجبها أو العنف المستخدمي على نطاق واسع كما أنها لم تتأثر بتحرك المرجعية الدينية فضلا عن أن ما يجري في العراق لم يعد محصورا في إطار حراك شعبي غاضب يطالب بإسقاط حكومة بل هي انتفاضة حقيقية على النظام السياسي الذي يحكم عراق ما بعد غزو الولايات المتحدة وتسبب بوصول البلاد إلى هذا الوضع الكارثي على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر